في خبر آخر أكد خبراء إسبان في القانون الدولي أن تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا بعد أن غيرت مدريد موقفها بشان مسألة الصحراء الغربية هو إجراء قانوني ويحترم شرعية دولية وكتبت جمعية أساتيدة القانون الدولي والعلاقات الدولية أن قرار الحكومة الإسبانية بدعم خطة الحكم الداتية المسعومة هي خرق للقانون الدولي على مرتين لأنه يتعين على كل الدول احترام حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير من بينها الشعب الصحراوي معتبرين الأمر بمثابة تعد من نوع خاص على مسؤولية إسبانيا كقوة مديرة مهمتها ضمان ممارسة مستعمرتها القديمة لحقها في تقرير المصير